بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن انتهينا من الحديث عن تعريف شركة المساهمة وأهم خصائصها ننتقل للحديث عن الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة وبالنسبة للأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة فهي سلاسة أنواع من الأوراق وهي الأسهم والسندات وحصص التأسيس ودعونا نتحدث عن كل نوعا من هذه الأنواع السلاسة بشيء من التفصيل فنتحدث أولا عن الأسهم وخصائص الأسهم فما هو معنى السهم أو ما هو تعريف السهم في الحقيقة للسهم معنيان فهو يعني من الناحية الموضوعية حصة الشريك المساهم في رأس مال الشركة فشركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم يعتبر فيها حصة الشريك وفيها هو ما يسمى بالسهم أما من الناحية الشكلية فيقصد بالسهم السق المكتوب الذي يثبت حق الشريك المساهم في شركة المساهمة من هذا المنطلق أو من هذا التعريف نستطيع أن ننتقل إلى خصائص السهم فما هي خصائص الأسهم أو الخاصية من خصائص الأسهم أن الأسهم متساوية القيمة فالأصل أن تكون الأسهم متساوية القيمة من حيث قيمتها الإسمية التي تصدر بها وتدون هذه القيمة الإسمية على الصق ذاته الذي يصدر به السهم وبناء على ذلك على أن الأسهم متساوية القيمة فلا يجوز للشركة أن تصدر أسهما بأقل من قيمتها الإسمية ولكن على العكس من ذلك يجوز أن تصدرها بأعلى من قيمتها الإسمية إذا كان نظام تأسيس الشركة يسمح بذلك أو وافقت الجمعية العمومية على ذلك وينبني على كون الأسهم متساوية القيمة أنها تعطي لأصحابها حقوقا متساوية القيمة فيما بين المساهمين فينبغي أن يثبت للجميع على قدم المساواة كافة الحقوق المتصلة بالسهم سواء في الحصول على نسبة من الأرباح أو في الحصول على جزء من موجودات الشركة عند تصفيتها أو عند حق التصويت على قرارات الشركة في الجمعية العمومية إلا أن مدى المساواة في الحقوق التي تمنحها الأسهم للمساهمين لا يمنع من أن يكون هناك أسهم ممتازة مثل الأسهم التي تعطى للمؤسسين فمثل هذه الأسهم لا يجوز بأي حل من الأحوال أن تعطي الشخص حق التصويت بأكثر من صوت واحد ولكن قد تعطي هذه الأسهم الممتازة حملتها الحق في الحصول على نسبة من الأرباح قبل غيرهم من المساهمين لكن بأي حل من الأحوال لن يزيدوا في القيمة عن ما يتحصل عليه المساهمين الآخرين الخاصية الثانية من خصائص السهم وهي قابلية الأسهم للتداول فالسهم يقبل التداول في سوق رأس المال ومبدأ حرية تداول الأسهم هذا يعني أنه يحق لكل مساهم أن يتنازل عن كل ما يملكه من أسهم أو عن بعضها لفائدة الغير أو لفائدة أحد المساهمين وعملية تداول الأسهم هذه تتم بأحد طريقتين الطريقة الأولى وهي طريقة القيد في سجل الشركة إذا كان السهم إسميا أما إذا كان السهم لحامله فيتم تداوله بالمناولة وهذه الخاصية وهي قابلية السهم للتداول هي أبرز ما تتميز به شركة المساهمة عن شركات الأشخاص كما أن حرية تداول الأسهم من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على عدم قابلية الأسهم للتداول ولكن ذلك لا يمنع من وجود قيود إما قيود نظامية أو قيود اتفاقية كما سوف يرد الحديث على ذلك في مرحلة متأخرة في الحديث عن الأسهم أما الخاصية الثالثة من خصائص السهم وهي عدم قابلية السهم للانقسام أو التجزئة فالسهم قتلة واحدة إما أن يستبقيه صاحب السهم كله وإما أن يبيعه كله ولكن لا يجوز لصاحب السهم أن يبيع جزءا منه ويستبقي الجزء الآخر لنفسه وذلك من منطلق أن كل سهم يحمل صوتا واحدا في الجمعية العمومية فإذا أجزنا بيع نصف السهم واستبقاء السهم الآخر إذن لنقصم هذا الصوت وهذا أمر لا يمكن تفعيله في الجمعية العمومية لشركة المساهمة ولكن قد يسأل سائل يقول أن هناك أحوال ينقصم فيها السهم رغما عنه في حالة ما إذا تم توريس السهم إذا كان هذا السهم مملوك لشخص وتوفى هذا الشخص وورص أقصر من واحد هذا السهم ففي هذه الحالة سوف ينقصم السهم فما الحل في هذا الوضع الحل في هذا الوضع أن الورص ينتخب من بينهم شخصا واحدا يمثلهم ويتعامل باسمهم في الجمعية العمومية للشركة ويصوت مكانهم أو نيابة عنهم فيما يخص هذا السهم ترجمة نانسي قنقر